موسيقى من هذه المحن محاولات وزكات كل صوت يطالب بالحقوق المشروعة وقمع التواهرات السلمية والقتل والاعتقال والفصل من الأعمال وغيرها إلا وأنه هناك مصيبة عظمى تصيب شريحة كبيرة من شعبنا الصامد ولكن قد لا يشعر بها الكثيرون أو تكون خافية عليهم وقد اخذت بالاستياج في هذه الفترة التي زالت فيها ملاحمات البيوت الآمنة نعم إنها محلة المطلوبين والمطاردين والملاحقين الذين لا يجدون ملجأ حتى يريح أجسامهم فيه عوضا عن النوم والشعور بالأمان لا يشعر بقيمة الأمان إلا من فقده وهو يشعر أنه في كل لحظة سيتم الهجوم عليه من مرتزقة النظام وتحتقله وتنكل به فلا يستطيع أن يستلد بالنوم والراحة نعم معانات كبيرة يعانيها رجال الله المطالدين لا تعرف من أين لهم أن يعيشوا وياكلوا لا يستطيعون حتى التواصل مع أهاليهم أو رؤيتهم وزل على ذلك محلة أن لم يجنوا من يحويهم أو يحتضنهم خوفا من النظام أو لأي سبب آخر قل في ربك ماذا أعساهم أن يفعلوا وعين يولوا وجوههم والله من الكثير من المطلوبين والمطالدين لم يختفوا ويهربوا خوفا من الاحتقال لا بل لأنهم يريدون أن يواصلوا مسيرة الجهال والتضحية من أجل هذا الوطن فهم يقولون إن تم احتقالنا تم تقيد حراكنا وخل يتوقف ولكننا امتعبنا من الملاحقة لكننا نستطيع أن نقوم بهاجبنا تجاه هذا الشعب فهل يأترى سيخذلهم الشعب ويبسى تضحياتهم هل سنرفض مساعدتهم كلنا ثقة بأن شعبنا كلهم مقاوم وكلنا مستهدفون من هذا النظام ولذلك لن نتخلى عن أبنائنا المطالدين بل كلمة نوجها لكم جميعا يا شعبنا الكريم لا تنتظروا من مطلوب أو مطالد أن يفتح وجاءوا عليكم للمساعدة بل تحسسوا أنتم ذلك وساعدوهم قبل أن يطلبوا ذلك بهذا سنكون حقا شعبا ليستحقوا الانتصار والسلام عليكم